أكد المتحدث باسم التحالف السعودي أحمد عسيري بداية عمل جديد ضد جماعة أنصار الله العسيري قال إن المعادلة اختلفت وأن المواجهة في اليمن باتت تستهدف أمن السعودية مؤكدا أنه سيتم استهدف منطقتين سعدة ومران على مدار الساعة من دون توقف ردا على تنفيذ عمليات داخل الأراضي السعودية الآن المواجهة أصبحت تستهدف عدود المملكة العربية السعودية تستهدف المواطن السعودي تستهدف أمن وسلامة المدن السعودية وسوف يقوم كالتحالف والقوات المسلحة السعودية بتوجيه رد قاسي ابتداء من هذه اللحظة وحتى يدفع من قام بهذا العمل ثمن ما قام به لن نستهدف من كانوا بقرب الحدود كما تم في هذا اليوم من خلال العمليات المحدودة بل سوف تستهدف مناطق صعدة مران وضواحية لأن من قام بهذا العمل هم يتحصنوا في هذه الأماكن وبذلك عليهم دفع الثمن الآن